بسم الله الرحمن الرحيم ما زلنا مع الشابتر الأول Introduction to Hydraulic Machines هنتكلم في Part 2 Hydrologic Cycle المقصود بالHydrologic Cycle اللي هي دورة الماء على سطح الكرة الأرضية والماء بيمر بثلاث مراحل رئيسية أثناء مروره خلال هذه الدورة المرحلة الأولى Evaporation and Transpiration المرحلة الثانية Condensation ثم Precipitation نبدأ بالمرحلة الأولى وهي Evaporation في Evaporation تعني Conversion of Water from Liquid into Gas يعني هو تحول الماء من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية وده بيحصل نتيجة سقوط أشعة الشمس على أسطح البحار والمحيطات مما يسبب تبخر الماء وصعوده إلى الغلاف الجوي كذلك كلمة Transpiration وهي تعني أيضا Evaporation تبخر ولكن التبخر الذي يتم من أوراق وأسيقان النباتات Leaves and Stems of Plants المرحلة الثانية وهي Condensation وفي هذه المرحلة بيحصل تغير لـ Water from gases form into liquid form من الصورة الغازية إلى الصورة السائلة وده بتحصل نتيجة أن الهواء الساخن المحمل ببخار المية لما بيصعد إلى طبقات الجو العليا بيحصل له عملية تبريد وطبعا نتيجة عملية التبريد دي بيبدأ يفقد الماء المحمل فيه فالميا اللي داخل الميا المحملة مع الهواء بتبدأ تتكسف وتتحول للصورة السائلة مرة أخرى وبالحالة دي بيفقد الهواء قدرته على تحمل أو حمل الماء فتحصل المرحلة الثالثة وهي Precipitation أو Rains المطر وهي سقوط الماء مرة أخرى إلى في صورة أمطار على سطح القرى الأرضية طبعا نتيجة السقوط الماء اللي نازل في صورة الأمطار دي بيبقى بتتجه لأحد مصيرين المصير الأول إما أنها بيحصل لها تبخر مرة أخرى إلى سطح الغلاف الجوي يبقى Thumb of the Water may evaporate back into the atmosphere أو الجزء الثاني بيبدأ يمشي في مجاري الأنهار والأسطح المائية زي الأنهار والمصارات المائية أو يعود للمحيطات أو يساهم في تكون المياه الجوفية بأنه يختارق سطح التربة وبعد كده بيصل إلى المحيطات مرة أخرى وبتعود الحالة مرة تانية أو العملية مرة تانية لتبخر الماء من أسطح المحيطات ثم تكسفه في الغلاف الجوي ثم عودته في صورة أمطار وتستمر الدورة بهذا الشكل